ما تزال خطوات تشكيل الحكومة تسير ببطء في ظل استمرار جدل بين الأطراف السياسية حول نتائج الانتخابات التي لاقت اعتراضات سياسية وشعبية قد تؤثر على تشكيل التحالفات والحكومة في ظل تفاقم حدة الخلافات بين الأطراف السياسية حول نتائج الانتخابات وما رافقها من خروقات يبدو أن المشهد السياسي يتجه نحو التعقيد والتي يعتقد أنها ستؤثر سلبا على سير مباحثات تشكيل الحكومة هناك نوع من التصريحات بوجود حرب أهلية مستقبلية هناك تهديدات بحياة الكثير من الشخصيات والرموس هذه كلها تنصب في مجالات السراع السياسية أو الخلافات السياسية التي تتعمق وبالتالي تستغل الجهات وعلى تاريخ العراق التي عرفنا كلما تستدر الخلافات كلما الجهات الإرهابية والفاسدين يبدون يحاولون وتلون الأجواء فيما حذر متابعون من مغبة دخول البلاد في فراغ دستورية إذا ما تأخرت الأطراف السياسية في الاتفاق على تحديد برنامج تشكيل الحكومة وفق التوقيتات الدستورية مباحثات لحد الآيان هي في إطارها الأولي هي مشاورات وبحث حول البرنامج لأنه لا يمكن أن نمضي كل طريقة سابقة بحث وتقاسيم مناصب ودون بحث البرامج اليوم عدنا البرنامج البرنامج الخروج من المأزخة المحاصص الطائفية فتح ملفات الفساد موضوعات الخدمات موضوع تنويع اقتصاد العراقي الموقف من الدول الإقليمية بعاد العراق بالحرب والتطرف والرهاب كلها القضايا بالنسبة لنا أساسية ويجد المتتبع للمشهد السياسي العراقي أن مفاوضات اختيار الحكومة عادة ما تأخذ وقتا طويلة في ظل استمرار الاستقطاب السياسي وعدم الثقة بين القوى والأحزاب السياسية المختلفة من بغداد فراس الدوليمي ترجمة نانسي قنقر